اشتركوا في القناة وقام السامي لصاحب الجلالة حفظه الله أسمى آيات التهاني والتبركات وخالص الأمنيات بهذه المناسبة دعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويحقق كل ما يتطلع إليه من خير ورفعة لوطننا العزيز وأبنائه الأوفياء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته وهو ينعم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ مملكتنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة جلالته حفظه الله ورعاه وأن يرفع عن مملكة البحرين والبشرية جمعاء جائحة فيروس كورونا ويسبغ على عباده نعمة الصحة والعافية وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله حيث أعرب جلالة العاهل المفدى فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على برقية سموه المهنئة بعيد الأضحى المبارك دعين الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه وهو ينعم بمفور الصحة والعاثية والسعادة وعلى وطننا وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية باليمني والخير والبركات وأن يرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء ويسبغ على عباده نعمة الصحة